السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونهذا ان شاء الله هنكمل بأي الدرس اللي هو الجمع انا قلناه عشان نعمل جمع الاسماء انا ام اوسط قاعدة ان انا بضيف اس طيب هي دي القاعدة العامة انا هذا ان شاء الله هنكمل اه درس الجمع بس هناخد امتة نضيف اس على الاسم عشان نخلي جمع اه طبعا الاسكريبت احنا هننزله على هنا اول حاجة عندي فبتبقى انا رحزت ان انا عشان نحولها من سنجلل لبلورال انا حزفت وحطيت الاسم هنا اه اه بوكس ف اجمع فايف بوكسيس فانا ضفت هنا اي اس مش اس بس number three a glass two glasses كوبايتين and here ضفت a tomato tomato طبعا ندير أنا بنطق British في الأمريكا بتبقى tomato tomato خلينا في بريتش بقول tomato three tomatoes أنا هنا زوت طيب إيه هي القاعدة أنا أشغال عليها القاعدة عندي بضيف امت يبقى أنا نضفت يعني كوب قلت أربع فرشات او تأو واتش ساعة او تفايف واتشز اا بوكس او تسجز بوكسز اا تماتو او تسجر واتشجر او تماوتو انا هنا نضفت في كلو قاعدة هنستنتجها ان انا لو عندي اسم المفرد منتهي بس انا بضيف اي اس عشان احوله لبلورال تمام يبقى دي قاعدة قاعدة التانية فانا عملت اي هنا شلت الواي وحطت مكانها اي اس عشان احول لبلورال الجامعة قاعدة بتقولي لو عندي وي قبليه حرف ساكن بحزف الواي وبضيف اي اس طيب اه عندي القاعدة الاخيرة لعبة اطفال طيب احنا هنا عندي وي انا هنا ما حزفتش الواي انضفت اس عادي خالص طب ليه ما حزفتش الواي عشان الواي هنا قبليها الاو والاو حرف فاول متحرك اوكي الواي في بي بي قبليها البي والبي حرف ساكن يبقى لو واي قبليها ساكن هاحزف الواي احط اي اي اس لو واي قبليها متحرك بزود الاس عادي خالص علشان اعمل الجامعة اوكي طيب هنعمل مع بعض لحزتي والار حيتنطقم تر 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 تريز نمبر تو عندي هاو مني تو ماتوز وان تو ثري فور يبقى فايف تو ماتوز خلي بالك انا هنا هاجمع تو ماتو باضافة اس ولا اي اس مزبوط هضيف اي اس عشان منتحي او وان دي تو غلاسز غلاسز منتحية باس اس هاضيف اي اس على غلاس تبقى تو غلاسز نمبر فور نمبر فور ان دي وان تو ثري فور هتبقى فور كايت هاضيف اي اس عادي جدا فاش مشكلة نمبر فايف ويتش يعني ساحرة ساحرة هل هضيف اس ولا اي اس هضيف اي اس عصان منتحية الاسم بسي اتش اوكي ام نمبر سيكس هندي مانكي اه هنا هحزف الواي ولا مش هحزفها هشوف قبلها متحرك يبقى مش هحزف يبقى تو مانكيز هزود اس عادي نمبر سيفن بروش اوكي هتبقى طب هنا هزود اي اس عشان منتحي باس اتش اه طبعا انا هحفظ الحروف اللي لما بتبقى موجودة في نهاية الكلمة المفردة بزود اي اس اللي هي الاس اس 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 اه سي اتش اس اتش او اكس دلو احفظهم كيس عشان ما تلغبطش اه بوتيتو يبقى بوتيتوز هزود اي اس منتحية باو اندي ووتش ساعة طبعا هعد البوتيتوز هقول وان تو تري فور سيكس بوتيتوز وفي الاخيرة ناين هقول ام تري ووتشيز تري ووتشيز اوكي اكسرسايز اللي عندي الاخير هنزل السكريبت بتاعه وهنزل والمطلوب في الاكسرسايز ده هو ان انا هجمع في الجدول ده الكلمات اللي هعمل لها جمع باضافة اس كلمات اللي هعمل لها جمع باضافة اي اس والكلمات اللي هعمل لها جمع باضافة اي اس وده هيبقى بتاعنا اوكي مرة جاية ان شاء الله هنتكلم عن الجمع الشاز اشوفك على خير المرة الجاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته